السلام عليكم ورحمة الله هزور في اللون البارح اني دالي وجهاته الشابة رشا أحمد صالح اللي تبون وطالب فيه بحق العلاج في الخارج لوالدتها المريضة بالباركينسون استجابلوا بسرعة بعد ما جاء تبون نقولوا انه هذي يعني وحدي يشكروا عليها حتى وإن كان واجبه ولا شكر على واجبه وإنما نشكر الرشا على شجعتها وعلى الدرس اللي اعطاتوا للناس اللي يخافوا يخافوا يتكلموا شوفوا جبت جبت نتيجة رد عليها تبون عايتلها من رئاسة ويقولها الرئيس يقول لك ولو تبون تكلم معها ديالك تأحسن تكون عندها وقع أكثر يعني كما يديروا بزاف رؤسا يعني في الدول المهمة عليه جاوب معها ويقولوا لها بالرئيس لو يقول ضرق يستكرفوا بالوالدة تاعك ويبعثوها تعالش في الخارج وكل شيء لها تنبيا هذا الدرس أعطاتهم الجميع من يخاف يقول تبون وعليسا تداوي في الخارج وإحنا ما نداويوش أبا حتى الصحة تمنى بلي الآن كل الناس يراهم مرضى إما يجمعوا ويمشيوا للرئاسة ويطالبوا ويستقبلوهم في الرئاسة باش يعالجوا يبعثوهم يعالجوا ويطالبوا بإشتراهم ويسروا لهم الناس ونشروا لهم والناس التبرتاجي والناس الآن في هذا المنزل نتبرتاجه وفيديو هذا كما تبعث هذا فيديو الأول ولكان طالب باش ناس يعرفوا بلي كين التجاوب تبرتاجه الفيديو هذا على أوسع نطاق باش ناس يعرف بلي كين جواب من طرف السلطات العمومية ومن تعرف يعني من هو معين حاليا في قصر الجمهورية تال مورادية ماذا بناباش الناس تاخذ هذا الشابة كمثال هذه الشجاعة كانت تكلم تقولي ما تقولها ما نخافش نتكلم وعلاس وشكاين صح ما سرقت ما خطفت ما قتلت ما زورت طالب حق حق العلاج والأطباء يقولون لها بالعملية هذه اللي بس نداري ما تندار غير في الخارج ما تقدرست ندار في الجزائر والجميل في هذا كامل هو أنه فيه رسلني الأخ يقول لي باللي الواردة دياله حتى هو مريضة بالباركنسون وعندها أو عنده الدواء هذا تعليم موليكول اللي ترباته رشا لي مها يقول لي نقدر نمدلها من هذا الدواء هذا يعني لطن اللي يمها تمشي للخارج إذن إذا قدرتوا تبعتوا للعنوان تح رشا وتع العائلة تحها باش تمدوه للأخها دايا باش يبعت لها الدواء باش ليزور عليها شوية في انتظار ما يعملوا لها الميلة في ديالها وتمشي تحيج ونتمناولها شفا ونتمناولها شفا لكل مرضانة ورب إن شاء الله يسهل يعني في العلاج تاحها وفي السفر ديالها وإن شاء الله ترجع بسلامة إلى أرض الوطن ومعافية السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة